تجد انه بعض المتخلفين بتوعي الاخوان ومن يسير وراءهم وهو الاكثر تخلفا يعني بصراحة اللي يمشي وراء كلام الاخوان مش بس متخلف ده متخلف بامتياز يعني حقيقي يعني والله العظيم لانه شخص لا يعمل عقله او منطقه على الاطلاق انسان عبيض طب دون ولاد لازينا متأمرين وخونا ورائعة طب وانت يا اخي بتمشي تسمع كلامهم ليه انا عارف ان انت منتاش اخوان بتسمع كلامهم ليه شيء بالنسبة لي غريب جدا الوصف ده حد مش طبيعي هنا مش موجود مخهم هلا باية يعني فييجي يقول لك ايه بيقولوا الكلام كده وخلاص ما بقاش في كلام او ييجي يقول لك ايه هو كل شوية هتقولولنا الملف مثلا بتاع المصالحات كل شوية هتقولولنا ملف العشوائيات اه طالما طول الوقت بيحصل فيه تطور وفيه خطوات بتتخذ طول الوقت ايجابيا لازم افضل اطلاعك عليها وما لحنا شغلتنا ايه مش ان احنا نطلع حضراتكو على اللي بيحصل لينا شغلانة تانية لا ملناش بصراحة دي شغلانتنا شغلانة الصحافة في الدنيا ان انا اطلعك على كل ما يحدث كل شيء يهمك كل حاجة متعلقة بحياتك في مصر كل حاجة متعلقة بعلاقات مصر سواء اذا كان بقى اشقائها العرب اشقائها الافارقة علاقات مصر بالشركاء الدوليين زي ما احنا مثلا بنتكلم على زيارة الرئيس السيسي لبروكسل النهاردة الرئيس مستمر ويواصل زيارته او زياراته واجتماعاته زي ما حضراتكم عارفين صح؟ جميل تفضل كمل شي حصل حاجة تقدر حضرتك تكمل متابعة ولا ايه؟ او شكرا